سؤال للجمهور في الشاشة وتستطيعوا أن تجيبوا عليه بالاسمس أفضل طريقة للتعامل مع المرتد عن الإسلام هي عندكم ثلاثة اختيارات اختيار الأول الحوار فقط الاسلوب الثاني القتل والأمر الثالث والخيار الثالث أن القضاء هو الذي يقرر بالنسبة للشباب الذين معي في الاستوديو لو تكرمون ستشاركوني في هذا الاستطلاع الذي سنبني عليه تكملة الحديث مع ضيوفنا للمسلم الحرية هي أن يبدل دينه نعم ولا لا هل للمسلم الحرية أن يبدل والنتيجة جاءت كالتالي 24% من الشباب قالوا نعم من حقه أن يبدل دينه و 76% من الشباب قالوا لا سيد جميل دكتور جميل أعظمكم شباب ولا تؤمنوا بالحرية تسألة من حق كل مسلم أن يغير دينه كما يشاء ولا يمكن لأي قوة أن تقفوا في هذا لأن هذه الضي الضمير لا تستطيع أن تتدخل بين الناس وضمائرهم أتكلمه يخنعه حوار ولكن لا تجبره على هذا تقولي الحوار أو القط أو القضاء إيه دخل قضاء وقط في ضمائر الناس يا أحبة أحيي شبابنا وفتياتنا على فطرتهم الإيمانية وعلى غيرتهم على جنبهم عند خلل في عقله من حق أن يكون عند خلل في عقله؟ واحدة من اثنين المختل عقليا إما أن يذهب إلى المعمورة أو يذهب إلى العباسية أو أن يكون مختلا بعقله بمزاجه يجب أن يزال عقله حتى لا يلوث عقول الآخرين أنا رأيي حرية الفكر والاعتقاد على إطلاقها لأن حرية الفكر دي في حرية المعرضة السياسية اللي عملت الديمقراطية وعملت وأزالة الملوك والاستبداد حرية العلوم اللي تقدمت كلها حرية العدالة اللي أنصفت العمال والمرأة حرية الفكر لا تتجذى وحرية أهم حاجة هي الاعتقاد لأنها تتعلق بالضمير فلا يمكن أن نضع قيدا عليها مطلقا